السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم مستجدد في قضية حمد يجبيلي رئيس الحكومة الأسبق وكما كان متوقعا من أول ما تم الاحتفاظ بيدخل في إذراب جوع بعد ساعات قليلة يتم تسجيل تعكر حالته الصحية ونقله إلى قسم الإنعاش في العصم تقريبا هذه السلوكيات يعني أثرت حفيظة الناس لكل على اعتبار وإنه إن كان رئيس حكومة أسبق ولا وزير أسبق ولا شخصية سياسية أيا كانت الانتي ما يتمتعه هو كيف وكيف أي مواطن تونسي نجم يوقفه ونجم معناها يتحكم ونجم يزدر في حقه بطاقة إيدي ويمشي معناها بالخطويت الكل أذيك المسار التقاضي وعادي المفروض هو أنه كان يهز محاميه بشدفة على روحه ويثبت البرأة متاعه اللي هو اليوم يقول اللي هو مظلمة ويتعرض لها إلى غير ذلك كان ينجم يثبت هذا بالقضاء مش هل رأسه ريشة يتحكم كما نس كل ويقف أمام القضاء كما نس الكل دون القيام بهالمسرحية هذه متاع إضراب الجوع تعرفوا أنه إذا الإضراب قام به تقريبا على نفس الشكلة نوردين لبحيري أول ما وقفوه ديريكت أمام اللحظة الأولى تخل في إضراب جوع وحشي لمدة 67 يوم اليوم فما عدة رسائل وعدة قرارات قضائية جديدة خلين نبدأكم فقط في البداية بردود الفعل بخصوص إضراب الجوع هذي نوردين لبحيري هاب بالتدوين يقول حياة جبالي في خطر بعد اختطافه واحتجازه قسريا وبسبب دخوله في إضراب وحشي عن التعام نقل الأخ حمدي جبالي رئيس الحكومة الأسبق للإنعاش في مستشفى لهبيب ثامر في تونس وحياته في خطر وسؤال من يحمي مختطفي جبالي ومحتجزيه على خلاف القانون وهي جريمة ضد الإنسانية من يحميهم من المسائلة والعقاب ما نعرفوش يعني كيف أعليش بمجرد الاحتفاظ بجبالي على ذمة قضية فيها طبيض أموال شبوهي طبيض أموال جمعيتنا ما اللي يعني لجنة مالية في البنك المركزي وثبته مع البنك المركزي في إطار تمويلات قادة تدخل للكونتو بتاع الجمعية هذية بشكل رهيب واللي زدى ثبته فيه يلقاو أنه صهر جبالي ظهر عليه أثر ألف حش دون مبرر فبالتالي الجمعية هذية تجيب أموال وخلينا أقوله من وين الأموال هذية من قطع تدخل لها أموال من قطر الجبالي واللي ما يقوله لي هي مظلمة واليوم بالعاني يحاصروا في الجبالي ما أعطاوش وثيقة للهوية معناه ما نجمش ما خرجوا لوش بيطاق طريف ما خرجوا لوش الباسبر قاعد يتعرض للمضايقات في الخدمة أمتعو واليوم يتم الترويج إلى أنه تم نقل يعني جبالي إلى قسم الإنعاش بالمستشفى في حالة خطيرة بين حياتين وموت هذا زدم أكده سمير ديلو اللي هو عضو هيئة الدفاع على حمادي جبالي أكده أنه تم نقله بشكل عاجل إلى قسم الإنعاش بمستشفى لحبيب الثامر يقول علماً وأنه تم رفض تسلم الأدوية اللي جابتها عيلته إلى مقر احتجازه على حد تعبيره يعني هما ما حابوش يخطمون عندها الدواء رفيق عبد السلام يقول لحمدي جبالي الذي صمد في سجون بن علي لمدة 16 سنة متتالية ولم تفل في عضضه الزنازين الانفرادية لن يستسلم لكم اليوم بل هو يقاومكم بروحه وجسده يقول قيس سعيد وضع نفسه في مواجهة رجال ونساء أكثر تصميماً وصلابة وأعمق خبرة منه سيرحل قيس سعيد كما رحل التغاة من قبله وسيستمر رصيد المناظرين من بعده ومعهم لعنات الأرض والسماء لمراد بودربيل الجديد الذي أبتليت به تونس على حد تعبيره به نلقا وهذه الأخبار تأتي في ظل يعني موسيندا مطلقاً من قيادة حركة النهضة بالأساس وعلى رأسهم راشد الغنوشي اللي راشد الغنوشي يعني أصدر بيان رسمي هبته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هذا البيان يقول فيه نعبر عن كامل تضامننا مع المناظر ورئيس أول حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية في تونس أو في تاريخ تونس المهندس حمد جبالي الذي يواجه بصبر المناظرين وثباتهم الأسليب القمعية البالية التي تعامله بها سلطات الانقلاب الظالم على حد وصفه ويقول نحمل الرئيس قيس السعيد ووزير دخليته المسؤولية كاملة عن كل ضرر قد يصيب المناظر حمد جبالي راشد الغنوشي هذه رسالته إلى كل العالم ورسالته إلى راشد الغنوشي ووزير الدخلي يحملهم المسؤولية هما مباشرة في حياة حمد جبالي يقول زادية جبل مهز كريح ولابد الليل أن ينجري ولابد القيد أن ينكسر نلقا وهذه الكل يجي في ظل الأعلان على أن حمد جبالي في حالة صحية شهدت تدهورا خطيرا هذا ما أكدوه المحامين مجموعة من المحامين يتوليه الدفاع على حمد جبالي رئيس الحكومة الأسبق في بلاغ محين بلاغ أهبط آخر الليل يقول بأن حالته صحية بعدما تم نقله بصفة عاجلة إلى المستشفى حالته الصحية تدهورت تدهورا خطيرا يقول نحن محاموء سيد حمد جبالي أول رئيس حكومة بعد الثورة نعبر عن إدانتنا لما أقدمت عليه سلطة الانقلاب من اختطافه في خرق تام للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والإجراءات الجزائية وتعمدها التكتم عن مكان وجوده لوقت متأخر ويقول نؤكد أن عملية الاختطاف التي تمت عشية يوم الجمعة تجاوزت الاغتيال السياسي والهدف منها هو النيل من حياة السيد حمد جبالي وترهيبه وتحتيم معنوياته هذه اتهامات خطيرة ومباشرة إلى رئيس الجمهورية يتهموه يعني باستهدف حياة حمد جبالي يقول بعد ما منعت أو منعت عنه الأدوية رغم أعلامها من قبل محاميه بوضعه الصحي يقول نعلم الرأي العام باتصال عائلتي اليوم بمركز الاحتجاز قصد مدي بالأدوية الضرورية ليتم أعلامها من قبل أعوان الحراسة بصدور تعليمات بعدم استلامها لينتهي مساء اليوم إلى تدهور صحته حد نقلي لمستشفى لحبيب ثامر وإداعه بقسم العناية المركزة لذا نعلم الرأي العام والحقوقيين بتكتم سلطة الانقلاب عن حالتها الصحية مانع عائلته والمحامين من التواصل معه في ظل وجود تسريبات من المستشفى تؤكد أن خضوعه للإنعاش بعد فقدانه الوعي لذا نعبر عن شديد استنكارنا لعملية الإغتيال الممنهج التي تمارسها سلطة الانقلاب تجاه السيد حمد جبالي ونؤكد على أننا سنتخذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بتتبع كل المتسببين فيما ألت إلي حالة منوّبنا أو ما ستقول إلي وذلك محليا ودوليا والتشكي بكل من تورط بصفة مباشرة أو غير مباشرة في محاولة إغتياله وتهديد سلامته البدنية يعني يقولوا أنه قيش سعيد يحب يغتيله حتى داخل السجن ترجمة نانسي قنقر